أكد ديوان المحاسبة اهتمامه بترسيخ قواعد الحوكمة في الجهات المشمولة برقابته لما لها من تأثير في تحسين الأداء وتوفير الرقابة الفعالة جاء ذلك في بيان لديوان المحاسبة عقب اجتماعه مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمناقشة موضوع صياغة المسودة الأولى للدليل الوطني للحوكمة المؤسسية وقالت كبير المدققين بإدارة الرقابة على الشركات في المحاسبة أماني لمباركي إن توجه الجهات الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب الدولة بالمؤشرات التنفسية العالمية هو من أهداف الأعلى للتخطيط كما تقع عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات الحكومية لأهداف التنمية المستدامة